متلازمة القولون المتهيج من الاضطرابات الشائعة التي تصيب الأمعاء الغليظة تشمل مؤشرات المرض والأعراض تقلصات وآلام البطن والانتفاخ تحتاج متلازمة القولون المتهيج لعلاج طويل المدى حيث أنها تعتبر إصابة مزمنة وحسب الدراسات فإن مؤشرات وأعراض المرض تظهر حادة على عدد قليل فقط من المصابين بمتلازمة القولون المتهيج ويتمكن البعض من السيطرة على الأعراض من خلال الاستشارة الطبية لا تغير متلازمة القولون المتهيج من طبيعة أنسجة الأمعاء ولا تزيد من احتمالية إصابتك بسرطان القولون والمستقيم ولكن تظل إصابة مزمنة وتحتاج لتوعية أكثر